خلينا روح لأرض الملعب وصلاة الأمير عبدالله الفصل والزميل فاروق صلاح ولقاء مع نجم أحد نجوم اللقاء النهاردة سنتر بلوك الفريق محمد عادي فضل فاروق من جديد ده وجد التحية بالكابتن هيسم السعيد وضيوفي الكرام كابتن حسام ناشعراء والكابتن ناشئة طلعت وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الآلي في كل مكان مباراة وانها شخصية للنادي الآلي وفوز النادي الآلي على الزمالك 3-1 سعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء واحد من نجوم المباراة ومن نجوم النادي الآلي كابتن محمد عادل دولة كابتن محمد برحب بيك على شاشة تقناة النادي الآلي مباراة بنولها تحت عنوان شخصية النادي الآلي فوز على الزمالك زيابا وتكرار الفوز النهاردة والفوز على الزمالك بالنتيجة 3-1 أعتقد مباراة شخصية النادي الآلي طبعا ده موتش دربي أهلي وزمالك السنة اللي فات دعا لنا الدوري إن شاء الله عندنا السنة دي خمس بطلات مطلوب من ناحن اللي احنا هناخد مركز أول عندناش مركز ثاني خالص فإن شاء الله نقدر ننفوز في البطلات اللي جاية وماتش النهاردة كماتش صعبة جدا طبعا رغم إن عندهم غيابات بس هم نازلين عندهم نادي زماني بلعب جير ضغط دايما نادي الأهل بلعب حتى أي ضغط فالحمد الله قدرنا ننفوز على المباراة النهاردة 3 واحد وإن شاء الله في دور التمانية إن شاء الله نعمل ما تشك وغيسى والدور يرجع لبيت وإن شاء الله مكنه طبيعي كلام مهم جدا عودة الدور لبيت ولكن نقول عودة الأمور لطبيعتها النادي الأهل يفوز في مية عوبة ويفوز في صالة الجزيرة تقدير الأمور الطبيعية اللي أنتوا كجيل يتعود عليها وجمهير النادي الأهل اللي تعودت معاكم على الأمر ده الحمد لله فريط الكرة الطائرة في النادي الأهلي متسايدة أفريكيا الحمد لله أفريكيا وعربية ودور وكاس حصل بعض الأخفاء الموسم اللي فات فطبعا الحمد لله قدرنا نفوز في أرضهم تلسف بعد غياب كبير يعني أكتر من عشر سنين النادي الأهل ما بلعبش هناك الحمد لله قدرنا نفوز في أرضهم عندهم تلسف وإن شاء الله مزيد من النصرات الفترة اللي جاية ونرجع لبيت وطبيعة إن شاء الله فرقة الطائرة بالنادي الأهلي فرق عليها رصيد عند جماهير النادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي لمس هذا الأمر الثقة اللي موجودة من الجمهور مديكم دفعة كلمت في بداية الكلام ولتالي إحنا عايزين نعوض بطولات الموسم الماضي مهم جدا أننا نكون قريب من نبض جمهور النادي الأهلي طبعا جمهور النادي الأهلي طبعا ورانا بيحفزنا قبل كل ماتش بيدعمنا الحمد لله رغم الخسرات الدوري وكاس السنة اللي فاتت قبل ما نروح أفريكيا كان الجمهور بيدعمنا والحمد لله أخدنا البطولة أفريكية من هناك من قلب تونس رغم أننا نحن باللعم والتخب الترجي بس أثامة الجمهور وكاس المحمود الخطيب قعدنا عمل معنا جلسة واتكلم معنا هلا كنتوا كاسبين بطولات كتير ودعمنا وحفزنا والحمد لله قدرنا نفوز بالبطولة تيكت أول بطولة لنا لأننا نرجع الأمور لطبعتها وإن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله نرجع الدوري للنادي الأهلي إن شاء الله وأحب أشكر جمهور النادي الأهلي ومجلس دورة النادي الأهلي والجهاز الفني على دعمهم الكبير لفرية الكرة الطائرة وإن شاء الله ما زيدهم الانصارات للكرة والباسكت والهندبول وكلنا إن شاء الله يبال دوري كله في النادي الأهلي إن شاء الله في كل الألعاب شكرا كابتن دولة بالطوفي إن شاء الله ومستنين منكم كتير وجمهور نادله مستنين منكم كتير إن شاء الله السنة إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا مسجد كابتن عايزة ما دك اللقاءنا مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمد عادل دولة تتكلم كلام من القلب. عودة الأمور لطبيعتها. الفوز في ميتعوبة والفوز في الجزيرة. اعتقد أمور تعودنا عليها مع فريق المصدر زوي. فريق الكرة الطائرة بالنادي الآلي. تستمر البطولات. تستمر الانجازات. ان شاء الله عودة من جديد للكابتن هيسم السعيد. فروس صلاح زمنا من أرض الملعب. شكرا جزيرة. ولقاء كان مهم مع محمد عادل. وشوفنا قدي إصرار اللاعبين وتركزهم عشان يرجعوا الدور والكأس لمكانهم المفضل في النادي الآلي.